متابعي اليوم السابع في كل مكان أهلا بحضرتكم معنا في توطية جديدة من تلفزيون اليوم السابع كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول الأطعمة المعالجة أو المصنعة يوميا يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف طبعا مرض الخرف هو مرض تنكسي عصبي يتميز بفقدان الاتصال بين الخلايا المخ مما يؤدي في نهاية إلى فقدان الذاكرة وأظهرت العديد من الأبحاث أن عادات نمط الحياة هي محددات قوية لفقدان الذاكرة وأبرز الباحثون قالوا أن الأطعمة التي يجد تجنوبها ولا شيء تزيد بخطر الإصابة بهذا المرض هي الأطعمة المصنعة وقالت الدراسة التي نشرت في موقع الأكاديمية الأمريكية لطب العصاب أن الأطعمة المعالجة كالمشروبات الغازية ورقائق البطاطس تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف والدهون والملف والقليل من البروتين والألياف وذكرت صحيفة ذاسان البريطانية أن الباحثون تابعوا العادات الغذائية لـ 72-1083 شخصا في المملكة المتحدة في سن 55 لمدة 10 سنوات علما أن المشاركين في هذه الدراسة لم يكنوا مصابين بالخرف في بدايتهم ومع حلول نهاية السنوات العشر تم تشخيص 518 شخصا بالخرف والذي أطلق عليه ثاني أكبر قاتل في المملكة المتحدة في عام 2021 وفقا للدراسة وكشفت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة يوميا على مدار عشر سنوات لديهم فرصة أكبر للإصابة بالخرف من أولئك الذين تناولوا كميات أقل من هذه الأغذية حيث وجد الباحثون أنه كل زيادة بنسبة 10% بالاستهلاك اليومي للأطعمة فائقة المعالجة ترفع نسب خطر الإصابة بالخرف بنسبة 25% وقدر الباحثون أنه من خلال استبدال 10% من الأطعمة فائقة المعالجة بأطعمة غير مصنعة مثل الفاكهة التزجة والخضروات والبقليات واللحوم سيقل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 19% وقال الدكتور هوبينج لي بجامعة تينانجين الطبية المؤلف الرئيسي للدراسة أن التغيرات الصغيرة التي يمكن التحكم فيها في النظام الغذائي للأشخاص قد تحدث فرقا فيما يتعلق بخطر الإصابة بالخرف وأضاف لم يكتشف بحثنا فقط أن الأطعمة المعالجة مرتبطة بزيادة خطر الخرف بل وجد أن استبدالها بخيارات صحية قد يقلل من الإصابة بها ومن جانبها قالت الدكتورة روزا سانشو رئيسة معهد أبحاث الزهايمر في بريطانيا أن هذه الدراسة هي الأولى التي تبحث في الارتباط بين مخاطر الخرف واستهلاك الأطعمة المعالجة مثل الوجبات الجهزة وأطعمة التسلية والمشروبات الغازية وأشارت إلى أنه يرى الباحثون أن السبب في ذلك هو الارتباط ارتباط هذه الأطعمة المعالجة التي تحتوي على الكثير من السكر وقد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو الالتهابات وهو ما يمكن أن يكون دار بصحة الدماغ على المدى الطويل وتتوافق هذه الدراسة مع الأبحاث السابقة التي أشارت إلى أن اتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يؤدي إلى تظاهر معرفين متابعينا الكرام إلى هنا تنتهي تطيطنا شكرا لكم على الطيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر